اشتركوا في القناة اليوم نقدم لكم اختبار الفصل الاول في مادة التربية المدنية لتلاميذ السنة الرابعة متوسط ولنبدأ على بركة الله في الوضعية الاولى لدينا سياقة السلطة القذائية هي ادات اساسية يعني مهمة لتحقيق العدالة والمساواة التعليمات لدينا هنا مجموعة من التعليمات بالتحديد ثلاث تعليمات اولا ما المقصود بالسلطة القذائية يعني تعريف السلطة القذائية ثانيا مما تتكون السلطة القذائية في الجزائر مما تتكون السلطة القذائية في الجزائر يعني مكوناتها ثالثاً لسلطة القضائية مهام متعددة أو أدوار متعددة أبرز أربعة منها رح نذكر أربع مهام للسلطة القضائية رابعاً الآن أو التعليم الرابع صنف ما يلي وفق الجدول الموالي لدينا هنا الجدول الجدول يحتوي على إجراءات التقاضي وإجراءات جلسة محاكمة سوف نقوم بتصنيف كل من هذه العبارات لدينا أربع عبارات سواء هل هي إجراءات التقاضي أو إجراءات جلسة محكمة إذن نقرأ العبارات لدينا تدوين إجراءات الجلسة يعني يكتبوا الخطوات أو المراحل لانتهاء الجلسة أو الجلسات ثانياً عقد الجلسة ثالثاً سماع شهادة شهود وبعنى التكليف بالحضور أو المحذر الوضعية الثانية أولاً فيما تتمثل أهمية علانية الجلسات قلنا فيما سبق بأن علانية الجلسات هو عبارة عن أمر مهم ورئيسي لحدوث جلسة إذن هنا علاه دائماً يقولون بأن الجلسة لازم تكون علانية لماذا؟ ثانياً ما هي شروط استقلالية القضاء؟ وش هي شروط لنتبعوها لحدوث استقلالية القضاء؟ الوضعية الإدماجية وهي الجزء الثاني وقع نزاع بين جارين لك هدد أحدهم الآخر بمقاضاته قانونياً فسألك زميلك عن مجريات المحاكمة وكيف تتم يعني خطوات المحاكمة وكيف تتم السند 1 المادة الثمانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل مواطن الحق في أن يلجأ إلى المحاكمة الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء عن الحقوق الأساسية التي يمنحها لها القانون السند رقم 2 المادة 41 لكل متهم بجريمة إلى أن يحاكم حضورياً عذراً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو يعني يدافع على روحه بنفسه أو بواسطة محامي أو يقوم بتوكيل محامي التعليمة اعتماداً على السندات المقدمة ومكتسباتك القبلية اكتب فقرة تتكون من 7 أسطر يعني هنا ما نشرح نفوته 7 أسطر دائماً في الوضعية الإدماجية كما دلنا عدد الأسطر نحاول أن نتبعه ومن فوتوش هذاك العدد وتجيب فيها زميلك إذن بالنسبة للتعليمة هنا هي عبارة عن تعليمة غير مباشرة كي مدلنا تعليمة غير مباشرة أو تعليمة ما يحطلناش في هالموضوع مباشرة نحن نروح للسياق ونحوسوا على الموضوع اللي نهضروا عليه قالنا تجيب فيها زميلك وشي هو السؤال تعزميلك اللي رايح جاوب عليه قالنا في السياق فسألك زميلك عن مجريات المحاكمة وكيف تتم يعني وشي هم الخطوات متع المحاكمة وكيف تتم إذن هذا هو الموضوع اللي رايح نتكلمه عليه في الوضعية الإدماجية ننتقل الآن إلى جزء الإجابة الوضعية الأولى أولا في التعليم الأولى طلب مننا أن نقدم تعريف للسلطة القضائية المقصود بالسلطة القضائية هي عبارة عن هيئات يعني مؤسسات مختصة يعني الإختصاص التاحة هو النظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة أعيد المقصود بالسلطة القضائية هي هيئات مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة يعني هي عبارة عن مجموعة من المؤسسات الإختصاص تحول العمل التاحة هو أن تشوف وتفصل في المنازعات أو الشجارات ليعرضوها أمام المؤسسات الانتحة المختلفة أو أجهزتها المختلفة ثانياً تتكون السلطة القذائية في الجزائر من لدينا ثلاثة مكونات أولاً القذاء العادي ولله هو القذاء المدني يتكون من لدينا ألف المحاكم الابتدائية با المجالس القضائية وجيم المحكمة العليا عندنا المحاكم الابتدائية المجالس القضائية والمحكمة العليا هذو ثلاثة ولدينا المكون الثاني هو القذاء الإداري القذاء الإداري تكون من جزئين عندنا المحاكم الإدارية ومجلس الدولة والمكون الثالث هي محكمة التنازع ثالثا فيما تتمثل مهام السلطة القذائية أو الدور انتع السلطة القذائية لسلطة القذائية الكثير من المهام سوف نذكر بعضا منها أولا القضاء على الفساد والظلم ثانيا تحقيق العدل والمساواة ثالثا الصهر على تطبيق القانون واحترامه رابعا النظر والفصل في القضايا وإصدار الأحكام خامسا ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد رابعا التصنيف وفق الجدول سوف نقوم بتصنيف هذه العبارات إلى سواء إجراءات تقاضي أو إجراءات جلسة محكمة أول عبارة وهي تدوين إجراءات الجلسة سوف تكون أكيد من إجراءات جلسة محكمة ثانيا عقد الجلسة إجراءات التقاضي ثالثا سماع شهادة الشهود يعني سماع القول إجراءات الشهود هي أكيد عبارة عن أحد إجراءات جلسة محكمة والتكليف بالحضور أي المحضر المحضر القضايا يعني قصدوا به هنا من إجراءات التقاضي الوضعية الثانية عندنا فيها زوج تعليمات أولا فيما تتمثل أهمية علنية الجلسات يعني علاها دايما الجلسة المحاكمة دايما تكون في العلن يعني علنية أولا لنا العدالة الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية ثانيا حماية حق الدفاع يعني هنا يا الإنسان يكون عنده حق أنه يدافع على نفسه ثالثا التزام القاضي بالموضوعية بسبب رقابة الجمهور أكيد القاضي مدام رهم يرقبه فيه جمهوره أي واحد يقدر يحضر هذا الجلسة هذه إذن القاضي هنا رح يلتازم بالموضوع هذاك ورابعا التطبيق السليم للقانون أكيد مدام هناك أشخاص والقاضي أيضا إذن القانون سوف يطبقه وتحقق فكرة الردع والزجر بين الأفراد أعيد العدالة الاجتماعية حماية حق الدفاع التزام القاضي بالموضوعية بسبب رقابة الجمهور التطبيق السليم للقانون وتحقق فكرة الردع والزجر بين الأفراد ثانيا شروط استقلالية القضاء الشروط التي يجب أن تكون لكي يكون القضاء مستقل أولا أن لا يمارس أي عمل سياسي أو تجاري ثانيا تمتع القاضي بالحسانة ثالثا حياد القاضي أي أن لا يكون ميالا إلى أحد الأشخاص أو أحد الطرفين وعدم خضوعه إلا للقانون وضميره المهني إذن كل هذه الشروط يجب أن تتوفر لاستقلالية القضاء الوضعية الإدماجية المحاكمة هي إجراء قانوني يهدف إلى الفصل في براءة المتهم أو إدانته فياترى ما هي إجراءات سير محاكمة؟ أعيد هنا عرفنا المحاكمة عامة قلنا المحاكمة هي إجراء قانوني يهدف إلى الفصل في براءة المتهم أو إدانته فياترى يعني سؤال هنا الإشكالية ما هي إجراءات سير محاكمة؟ تتمثل إجراءات سير محاكمة قضائية فيه عندنا أولا استجواب المتهم وهنا يحرص رئيس الجلسة على ملخص وقائع التهمة بعد التحقق من هويته ثم يستمع إلى تصريحاته والأوضاع والظروف التي وقعت فيها الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها ثانيا الاستماع إلى أقوال الضحايا حيث يدلي بالتصريحات المتعلقة بالوقائع والكيفية التي وقعت فيها الجريمة وتطرح عليه أسئلة كثيرة وعديدة ذات صلة بالقضية أكيد وثالثا الاستماع لأقوال الشهود رابعا سماع مرافعة النيابة العامة خامسا سماع المتهم ومحاميه في كلمة أخيرة وبعدها سوف يتم النطق بالحكم وتحديد العقوبة ونوعها وفق القانون وتعتبر هذه الإجراءات أهم خطوة للفصل في براءة متهم أو إدانته أخيرا نقرأ على مسامعكم مجموعة حكم مرتبة لإدراك قواعد معرفية قد تحتاجونها في حياتكم اليومية جملة مفيدة حددوا مصطلحاتكم تستقيم أموركم من أفضل أنواع المعرفة معرفة حدودك إن لكم معالمة فانتهوا إلى معالمكم العلم ليس آداة للترفيه بل وسيلة للنجاة الحكمة المكتسبة بدقة لن تنسى أبدا الجهل أصل كل شر ونهاية أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته